مراحل ومحطات عاشها العم أبو شاية شكلت شخصيته الفريدة التي عاش من خلالها في الصحراء ثم جنديا يحمي الوطن ثم عاد للصحراء ليعيش مع إبله ويكتسب القوة والصلابة ممزوجة بالصبر والحكمة معك عبدالله هادي محمد آلقراد من موالد 1362 وعايشين في أمن واستقرار بفضل الله يوم في ظل دولتنا الرشيدة آل سعود وعند حلالنا عند لبل في الجبال في الرمال في الوديان في أمان وفي راحة هذا العم عبدالله طالعام ركعشت هنا وياه كان أكبر مني في زمان وكنا نعيش سيوه كنت أحبه في الله يعني أحبه والله ثم وذلحي وطولنا طالعامرك التحقنا كل واحد بالعسكرية هو التحق بالعسكرية في الشرورة وأنا كنت التحق بالعسكرية هناك في سوريا رحنا هناك توراته وجلسنا وقت وجاني اشتاق لي واشتاقت له وجلس عندي أيام كانت مسعادة وكنا والله مبسوطين في ذلك الأيام بعدها طالعامرك كل راح في خير وخلنا العسكرية ورجعنا في البداية يسترجع هذا الرجل لذكرياته القديمة عندما كان عسكريا في الجيش السعودي مفتخرا بمشاركته في حرب الوديع وإتقانه لكثير من العلوم العسكرية التي تعلمها آنذاك بالنسبة للحياة العسكرية عندما انتقلت للبوليس الحربي في ذات يوم انصار تقدم على مركز لنا في وداعة وداعة عندنا في الرملح على الحدود السعودية الجنوبية الشرقية ومشتاق اني اكون مع زملائي اللي تعلمنا التدريب على السلاح معهم بينهم البوليس مهلا مشرف ظاهر السبعيني أبو شايع في لحظة بهجة وسرور عرفه الناس من خلالها وهو يمارس فنه الشعبي المفضل مستذكرا قصة عشقه القديمة لامرأة يهودية حالة الظروف دون ارتباطه بها فبقيت ذكرى عالقة في ذهنه حتى اليوم كل قلب أخضر ويشتاق إلا اللي يربي حظ هذا حظه من الله وكننا أنا معشق اللي وجهة الحسنة بشيمه وقيمه وباحترام وبسلوبه وكل شيء تعرفت معنا سنهنا منهم واحدة من يهود اليمن اللي ساكنينه صارت المعرفة بأنه معرفة صدف كده صدف والله رحنا مع طول الزمن لني والله أشجنت بها جدا إيش زوار مع انتشار المقطع اللي ظهر فيه الوالد يعني وهو يبتهج في أحد المناسبات الاجتماعية استغرب الكثيرون يعني من هذا المسن الذي يعني ينشرح بهذا الاسلوب بهذا التراكس بهذا الانسجام مع النغم لكن نحن القريبين والمقربين منه لم نستغرب ذلك لأن الوالد عاش قريب من الطبيعة ملتصق في الطبيعة عاش حياته يعني فترة طويلة في رعاية الأبل في الصحاري فأكسبت الصحاري من طباعها الحميدة فكان الوالد يعني دائما ينزع إلى الصمت والتأمل والانطراب يعني والانشراح وأخذ من الأبل واخذ من الصحراء وأخذ من الطبيعة طباع كثيرة وشكلت شخصيته في النهاية فلم نستغرب مثل هذا التعجب من انسجام الوالد يعتبر أبو شايع تجربته في التعامل مع النفس والآخرين من حوله وسيلة أوجدت له السعادة حتى شرف على الثمانين حولا دون سؤم أو سقم أنا معض النفس هواء لا نوذي أحد ولا أحدين يوذينا نعز الناس وكلين يعزنا على ما أزتنا له لا جاء منا أخطاء ولا جاء علينا وبفضل الله نحمده ونشكره كبر سن صغره هذه عندنا ما دام العافية ودام الستر أعطي النفس حقها يا لادمي بالأسلوب اللي مات اللامة ما حد يلومك فيها قصة رويت وتبقى قصص أخرى عديدة اختصرتها لحظة تأمل وثقتها صور في الذاكرة من الزمن الجميل عبدالله الشهري MBC نجران